مسؤول الاتحاد الكرة برضو هنفضل معاهم كلام هنا على مستجدات بقى فيروس كورونا الحقيقة مسؤولين الاتحاد قالوا انه تأجيل اي ماتش في الدوري بسبب يعني اصابة عدد من اللاعبين في فيروس كورونا في اي فريق هيكون في حالة ظهور اكتر من خمس حالات اصابة كورونا للفريق لكن مش هيتم تأجيل مباراة تانية يعني هيتم تأجيل مباراة واحدة المباراة اللي بعدها حتى لو نفس اللاعبات دول موجودين ده لا يعني عدم تأجيل المباراة التالية مسؤول الجبلية وضحوا انه تأجيل ماتش تاني معناه انه يكون فيه اصابة او ظهور لقدر الله طبعا ما نتمناش ده يحصل لها فريق في الدوري خمس حالات جديدة بخلاف الخمس حالات الاولى اللي كان تم تسجيلها عشان يكون اجمالي عدد الاصابات في الفريق عشر حالات هي دي الحالة الوحيدة اللي يسمح فيها بتأجيل مباراة تانية